نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة بحضور اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهلي من القوات المسلحة ووزارة الصحة وعدد من الخبراء الأجانب وألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى دور المركز في خدمة قطاع كبير من أبناء القوات المسلحة والمواطنين مؤكدا على أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة في علوم الطب الطبيعي والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصري في ذلك المجال فيما أشار اللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تطوير التعليم الطبي المستمر والمتواصل للوصول إلى أحدث النظم والأبحاث على مستوى العالم وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلا على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة ويشمل المؤتمر هذا العام مناقشة أحد التخصصات الجراحية الواعدة عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والأعصاب الطرفية باستخدام تقنيات وإجراءات مختلفة لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية التي لا تستجيب للعلاجات الدوائية